موسيقى أهلا بكم أصدر حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة مرسوما بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية بموجبه يدمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية في صندوق واحد ينشأ خصيصا لهذا الغرض يسمى صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارة هذا الصندوق مع إيقاف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني وعدم جواز الجمع بين المعاشات التقاعدية وأي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر كما لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقا لأي من القوانين أو الأنظمة المشار إليها وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في ستوديو البرنامج الأستاذ إيمان مصطفى المرباطي الرئيس تنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جريد مشاهديننا وأرحب باسمكم بضيفتي الكريمة السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أمسات الله بالخير أستاذ إيمان يا أهلا ومرحبا فيكم ونمسي بالخير على مشاهديننا الكرام يا أهلا وسهلا فيك هذا الموضوع حديث الساعة واليوم بكل بقائس يعني الناس كلها اليوم قاعد تتكلم عن المرسوم الملكي اللي صدر عن سيد جاءت الملك بخصوص صناديق ومعاشات التقاعد والقوانين والأنظمة التقاعدية في البداية لماذا صدر هذا المرسوم؟ ما هي أسبابها؟ ما هي دواعية؟ بالنسبة للصناديق التقاعد كانت تتعاني من العز الاكتواري فترات طويلة ومن أجل إنقاذ الصناديق لابد من وجود إصلاحات تطرق لها الخبير في دراسته الشاملة لسنة 2015 وتطرق لها لـ 2018 فلابد من وضع حد لهذا العز الاكتواري اللي نقول مقابلة اشتراكاته بالمصرفات واستثمارات الصندوق فكنا في 2012 وصلنا إلى العز الحقيقي كنا قبل نتكلم عن عز اكتواري لكن في 2012 وصلنا إلى عز حقيقي أنها تقاربت الاشتراكات مع المصرفات ويفترض أن الاشتراكات تكون أكثر من المصرفات لكن في الأون الأخيرة وطيرة تزايد المتقاعدين والمزايا المقدمة لهم فاقت عملية الاشتراكات التي تتسدد للصندوق فهذه أدت إلى أن الصندوق ما بيقدر يواصل على صرف المعاشات في المرحلة الجاية في فرق بين العز الحقيقي والعز الاكتواري العز الاكتواري احنا دائما ننظر له متوقع لما نقول ناخذ المعطيات اللي موجودة عندنا خلال الفترة السابقة ونقيسها وندرسها تعطينا توقعات للمستقبل لكن لما نقول العز الحقيقي أن احنا وصلنا لهذا العز احنا كنا المفروض نقول نفاذ الصندوق على مراحل احنا اليوم وصلنا ترى المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة أن أنا استنزاف الصندوق من جميع أصولها عشان أنا أقطع كل التزاماتي فإذا أنا وصلت إلى هذا الحد بعدين بوصل إلى مرحلة ما أقدر أدفع المعاشات فهذا هو السبب للإصلاحات هذه لماذا حدث هذا العز استاذ ايمان؟ يعني على سبيل المثال الأرباح في استثمارات الصندوق الصندوقين للقطاع العام والخاص من 2012 إلى 2018 بلغت مليار وستمائة مليون دينار والمصروفات خمسمائة وخمسة وخمسين مليون دينار احنا غير المختصين تشوف هذه أرباح شلون حدث هذا العز يمكن أوضحها بمثال بسيط ويكون سهل الواحد يعني يستوعبه أو يطلع عليه في سنة 75 أول ما بدأت الصناديق التقاعدية كان الصندوق المدني 75 الصندوق الخاص 76 في ذاك الوقت كانت الاشتراكات تتوفر في الصناديق وتتحول إلى الاستثمارات لاستثمارها بعد فترة بعد مرور خل نقول خمسة وعشرين سنة بدأ الصندوق يصرف مصاريف تقاعدية دي المصاريف التقاعدية من سنة كم تقريبا؟ نص التسعينات؟ نص الثاني من التسعينات؟ حتى قبل بس كانت الأعداد قليلة التي تطلع تقاعد يعني في سنة في الثمانينات وسبعينات والثمانينات كان الشخص لما يوصل سنة الستين يطلع تقاعد بعدين الصندوق المدني بالذات بدأ بعجز لأن كل الجماعة اللي كانوا موجودين في ذاك الوقت قبل صدور الصندوق شمالهم القانون بدون سداد اشتراكات فالاستثمار يعتمد على الاشتراكات إذا كانت الاشتراكات بدأت تتقل وإحنا ما قاعدين نستثمرها بشكل صحيح إحنا قاعدين نستثمر بشكل صحيح حين لما وصلنا لسنة 2012 بدأت الاشتراكات تتوازم على المصرفات إذن ما في عندنا أي مبلغ نضخها للاستثمار بالتالي وصلنا إلى مرحلة من 2012 ل2020 الحين الفجوة كبيرة بين الاشتراكات والمصرفات فإذا قمنا ناخذ من 2012 من ريع الاستثمار علشان نقطع المعاشات والالتزامات المالية على الصندوق إذا استمرنا في هذا الوضع بنية في فترة معينة حتى أصولنا راح نسيلها وهذه اللي إحنا ما نتمنى ونتمنى أن الصناديق تستمر لفترة أطول ولأجيال قادمة من أجل إنقاذ الصناديق كان لابد من وجود هذه الإصلاحات وحتى الخبير الاكتواري طرح هذه الإصلاحات العشرة كحزمة وحدة لابد أنها تستوي شنو الخبير الاكتواري؟ من الخبير الاكتواري؟ الخبير الاكتواري هي شركة صلنا 15 سنة وأكثر نسمع الخبير الاكتواري يحذر من عجز الخبير الاكتواري يحذر من عجز الاكتواري من هو الخبير الاكتواري؟ الخبير الاكتواري هي شركة أو جهة خارجية مبط بحرينية مثل إحنا الآن آخر دراسة سواتها شركة هيوت فذي الشركة هي معتمدة على أساس تسوي الدراسات الاكتوارية ونحن لدينا تنوع في السابق كانت شركات ثانية بين كل فترة وثانية نقدمها لمناقصة عن طريق مجلس المناقصات ونحط الشركات التي نرى أنها قادرة على دراستها في الوضع فالدراسة الاكتوارية من السنين كانت موجودة وهي تنظر لوضع الصناديق على أساس تكون جهة خارجية مبجهة من الداخل البعض يقول أو يحمل أن الاستثمارات لم تكن في محلها الاستثمارات لم تنجح، الاستثمارات خسرت الأرقام تقول غير ذلك نحن لا لدينا مشكلة في الاستثمارات نحن لدينا مشكلة في مدخولات ومصرفات الصناديق صحيح؟ نعم نحن لدينا مشكلة بين التوازن بين الاشتراكات وبين المصاريف التي نصرفها المميزات لما أنا أضيف أدة مميزات بدون تمويل تأثر على الصندوق لما نحن نقول نعطي زيادة سنوية زيادة سنوية مكان له تمويل لما حطينا القوانين في سنة الخمسة وسبعين لما صارت والمشرع حطها على أساس أنا أصرف المعاش التقاعدي في سن الستين ما أصرف معاش التقاعدي قبل هذه السن إلا في حالات جدا بسيطة اللي هي العادز والوفاة وحالات أخرى لكن الشيخوخة والعادز والوفاة اليوم أصبح الشخص يطلع تقاعد قبل أن يوصل إلى سن الستين فاستهلاك الصندوق أني أنا أصرف لقبل سن الستين من يوم ما يطلع لنفترض عمره خمسين سنة أو أربعين سنة من الأربعين إلى الستين أنا قاعدة أصرف بدون المفروض أن أحصل الاشتراكات فذي الشخص ما موه للصندوق التمويل اللي يعطيني الحق أني أنا أعطيك هذه المميزات في السنوات السابقة كان الموظفي تم لسن الستين وتصرف له المعاشات ولما تقول له بنحيلك على التقاعد يزعل ويضايق اليوم صار العكس صار العكس صار الشخص اللي اليوم قاعد في الخدمة يعني ينظرون لأنت اللي الحين تشتقل يفترض أننا لا إحنا ننظر إلى الواب أن كلنا لازم نشتقل كلنا لازم نساعد كلنا لازم نقتنع أن هذا الصندوق مبلنة إحنا بس للأجيال القادمة بعد يعني لما وضع القانون في سنة الخمسة والسبعين كان على أساس أن التقاعد يكون في سن ستين نعم شي اللي صاد لماذا قل سنة التقاعد هل تغير القانون دخلت فيه تعديلات فيه تعديلات مثلا على سبيل المثال التقاعد المبكر التقاعد المبكر ببلوغ سن الخمسة والخمسين لا مميزات فالموظف لما يقول أنا قاعد أشتقال أستلم نفس الرقم نفس المعاش إذن أنا بأطلع أفضل لي فهذه السبب يعني في التقاعد المبكر أنت تعطي خمس سنوات مجانية مدة اعتبارية نحن نسميها فأنت تعطي خمس سنوات اللي هي المدة المكملة لسن الستين وبركبها يعني كأنما الموظف موجود على الخدمة وانت تكافأ نزين لما أنت ترجع للموظف اللي عمره ستين سنة اش تعطي ما تعطي ولا شيء بتقوله أنت مدة خدمتك لسن الستين ما عندي لا أعطيك مداد إضافية ولا أنا أعطيك الرتب فإذن أنت اليوم قاعد في ذي الوضعية قاعد أنت تكافأ الشخص اللي يطلع قبل ما قاعد تكافأ الشخص اللي مستمر في الخدمة ويأدي عمله وهذه سبب هذي سبب هاي أحد الأسباب أحد الأسباب أي أحد الأسباب يعني من ضمن الأسباب حتى الاشتراكات في سنة من السنوات سنة أعتقد ستة وثمانين تخفضت الاشتراكات من واحد وعشرين إلى خمست عشر بالمئة هذا يأثر بعد على الصندوق لأن الاشتراكات المفروضة تكون واحد وعشرين بالمئة كانت أول ما بدأت الصناديق كان الموظف يدفع سبع بالمئة اليوم ترى يدفع ستة بالمئة الواحد تعطل لكن في الحقيقة حق الصندوق نفسه يدفع ستة بالمئة كان في السابق يدفع سبع بالمئة أول ما بدأت القوانين كان سبع بالمئة يدفع الموظف واربعة عشر بالمئة تدفعها الحكومة أو جهة العمل فجهة العمل قاعدة الضحف الصندوق ضعف المبلغ اللي يدفعها الموظف من أجل رفاهية الموظف حياة كريمة كل هذه المفروض هل كان هذه بسبب مثلا أن كان في وفرة معينة في فترة ما كان في دخول يعني ناس جدد يتخرجون من الجامعات ويبقون دخلون سوق العمل ليش حدث هذه كلها يعني لماذا تغيرت هذه القوانين مع الوقت في فترة معينة أن أنت تبي مثلا توجد وظائف اللي يتخرجون من الجامعات وفي عدة أسباب أخرى قد تكون هي سبب أنها ادخلت هذه الأمور حتى في بالنسبة لتخفيض المعاش تخفيض الاشتراكات إلى خمسة بالمئة علشان الموظف يستفيد منها بدل ما أنا أدفع سبعة بالمئة كان يدفع خمسة بالمئة فقد تكون في ذاك الوقت مراعاة بعد الموظف في ذاك الوقت يعني إحنا أنا حبيت قبل ما ندخل في المرسوم وفي يعني البنود مالتا والقوانين مالتا أن نعطي صورة يعني نعطي شرح للناس عن الوضع العام كيف هو عشان يعني نشوف لماذا جاء هذا المرسوم في دراسة للعجز الاكتواري في سنة 2015 قالت بعض الأرقام وفي دراسة ثانية في سنة 2018 قالت أرقام أخرى أنا بأخذ الأحدث 2018 دراسة 2018 للعجز الاكتواري قالت بأن يعني الصندوق العام سوف ينتهي أو يفلس أو نفاذه في سنة 2024 ونفاذ الصندوق الخاص في سنة 2023 يعني لو استمرنا كما إحنا اليوم في سنة 2024 يعني العام بعد أربع سنوات ستنفذ يعني لن يكون قادر على الدفع المعاشات صحيح؟ نعم إحنا نقول قارننا بين الدراسة التي تمت في 2015 و2018 2015 بدون ما كنا نجري الإصلاحات كان الصندوق الخاص العجز الاكتواري اللي موجود عندنا سبعة ونص مليار لما استمرنا في الوضع الحالي لألفين وثمانتعش لأن إحنا الدراسات الاكتوارية بنيت على البيانات المالية لألفين وثمانتعش نهايتها وصل العجز أربعة عشر مليار وثمانية وثلاثين وقرب من سنة النفاذ بالنسبة للقطاع الآن كان ثمانية وعشر صرنا أربعة عشرين فعندنا ماينس أربعة تقريبا نزلنا نفس الشي بالنسبة للقطاع الخاص اليوم لما طرحنا الإصلاحات العشرة من أجل أننا نمج عمر الصندوق إلى سنة ستة وثمانين بس لابد تكون هذه الإصلاحات كلها حزمة وحدة فأحين اللي حصل أن أربعة إصلاحات كانت ضرورية لإنقاذ الصناديق كانت من الضرورية أننا نجري الإصلاحات بالأربعة لنصل إلى سنة 2030 وهي الإجراءات الطارئة الطارئة الإصلاحات الستة الباقية بتمد لنا عمر الصندوق تقريبا إلى سنة 2086 يعني بتكون فوق أكثر من 50 سنة إحنا لما ننظر لصناديق التقاعد متى اليوم نعاني من الوابع الحالي بعد مرور 45 سنة إذا أجراننا هذه الإصلاحات راح تمد من عمر الصندوق بعد تقريبا نفس المدة في خلال هذه الفترة إحنا كل ثلاث سنين نجري إجراء دراسة اكتوارية شاملة على الوضع المالي للصناديق من خلال هذه الدراسة راح يبين لنا الخبير إحنا شن هو وضعنا لأن الأوضاع المستقبلية قد إحنا ما نعلمها اليوم لكن في السنين اليوم قد تكون في أمور طارئة إحنا ما نكون نحص بين حساب لها لذلك إحنا نقول نجري الإصلاحات اليوم قبل لنوصل إلى مرحلة أن أنا ممكن أقول لك مو عندي معاشر أصرفها فأنا اليوم أستخدم كل ما عندي من اشتراكات واستثمارات ريع استثمار أصرف المعاشرات فإذا حتى الاستثمارات ترى راح تأثر لما أنا اليوم إحنا جائما نقول أن الاستثمارات الآمنة لا بد تكون استثماراتنا آمنة لأن في أي لحظة أنت تبي استثماراتك اتقطي ذي المصاريف اللي موجودة عندك طبعا إحنا المبالغ اللي موجودة عندنا كاشتراكات ما بنخليها في الصندوق مثل ما هي لا بد أنها تستثمر فلما تستثمر أنا ريع استثمارها اللي قاعدة اليوم استخدمها اللي قاعدة تصرفه من 2012 من 2012 لكن لما نوصل إلى أن إحنا الاستثمار نفسه بنبتدي المثل اللي هو نقول نفاذ الصناديق معناته أنت ما عندك شيء إلا تصرف المعاشرات فهذا الخبر لا نقدر ندفع المعاشر خند الشحين في الإصلاحات أنا حبيت نمهد للناس نوضح لهم لماذا جاءت هذه القرارات لأن من المهم أننا نعرف لماذا جاءت القرارات بعدين نتكلم ونفهمها راح يدمج الصندوقين الآن كيف ستتم عملية الدمج بين التقاعد والتأمينات نحن بالنسبة للتقاعد والتأمينات موارد الصندوقين كلها راح تكون في صندوق واحد الموارد المالية استثماراتها أو أي مبالغ موجودة راح تكون في صندوق واحد ورح نعتبر القطاع الخاص والقطاع الآم كلهم كأنهم تحت مبالة وحدة في صندوق واحد وبنصرف المعاشات وفقا لهذه الوضع الصندوقين وهذه راح يفيد في عملية يعني إطالة عمر الصندوق إن شاء الله إن شاء الله بس بالإصلاحات الستة الباقية مع بقية الإصلاحات مع بقية الإصلاحات المادة الثالثة أو الثانية إيقاف الزيادة السنوية يمكن هذه أكثر المواد اللي الناس حستها راح تلمسها أو تلامسها بشكل مباشر وبسرعة يعني أغلب الناس كل المتقاعدين راح يتأثرون بهذه المواد نحن ما نتكلم عن منتقاعة نحن نتكلم من صدور القانون أو اللي راح يتقاعد في الفترة القادمة شلون راح يتم يعني مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة كما جاء في المرسوم ويعني وهي مشروطة أيضا بأن يتم دراسة فائد الصندوق إنها قد تعود يعني هذه الثلاثة بالمئة راح توقف سنويا لكنها قد تعود مع دراسة إذا كان هناك فائد للصندوق شرحيننا هذه الموضوع لو لاحظنا المرسوم لما صدر قال إيقاف الزيادة السنوية ما قال إلقاء تعليق لأن إحنا اليوم قاعدين نقول أن ذي لما توقف في فترة معينة اليوم الصناديق تمر بظروف مالية صعبة قد بطر تتحسن الأوضاع وتدرس لأن إحنا مثل ما قلنا كل ثلاث سنوات راح يدرس الوضع المالي إذا تبين فيه فوائض وإن شاء الله يكون فيه فوائض إحنا في ذي الحالة طبعا إحنا لما نتكلم عن الفوائض نتمنى أنه أكيد إن شاء الله بتكون فيه فوائض لأن مع المدى البعيد إحنا ما نتكلم عن هاي السنة أو السنتين راح إن شاء الله تكون فيه فوائض وترجع الزيادة السنوية كان في السابق لو نرجع شوية للورا كانت الزيادة السنوية تعطى حسب نفقات المعيشة وكان القانون ينص عليها فنسمع أن في سنة الثمانين صدرت زيادة عشرة بالمئة لأصحاب المعاشات مرة واحدة تكون فأهني لما إحنا نرجع ندرس الوضع مع دراسة التضخم التضخم أسعار المستهلك وما إلى ذلك هذه راح توفر عندك فرصة أنك أنت تعيد النظر فيها نقطة رقم اثنين أصحاب المعاشات المحدودة لذلك نحن نصينا عليهن قد تكون أصحاب المعاشات المحدودة نحدد منهما لأن اليوم لما صرافنا على أول تحسين المعيشة حطينا لحد 700 دينار اللي بتعطي 150 ما طه اللي بيطوف 700 دينار عطيتها 125 لـ 1500 فراح يدرس هذا الموضوع على أساس أنه بين كل فترة والثانية يدرس ونشوف شنه الوضع بالضبط هل أن هذا الموظف أو المتقاعد اللي معاشة قليل ما تطور وعنده سنوات خدمة طويلة أو لأنه هو السبب في أنه معاشة يكون أقل لأنه إذا كان الموظف اليوم عنده 30 سنة عنده 30 بالمئة معناه تشتقل 15 سنة لكن الموظف اللي وصل لمعاش قليل وعنده مدة خدمة 40 سنة فهذه انت لازم بتراعيه أما الشخص الثاني طبعا في كل الأوضاع ما بنراعي حالات العجز وحالات الوفاة ما بيكون بيتطبق عليهم هذا الشيء لكن يفترض من الموظف أقوم منعدل اللي صلاحات كلها ما حد بيطلع عمره عنده مدة خدمة قليلة أولا بيطلع عمره صغير لأنه أنا اليوم ترى لما أصرف المعاشات حق شخص بالإضافة إلى المعاش أني قاعدة أنا أصرفها من عمره صغير إلى أن يوصل إلى سنة 60 هذه كلها المفروض أني أنا ما أصرفها المفروض أني أحصل الاشتراكات عنها لكن اليوم أنا قاعدة أصرف للمعاش وأصرف لزيادة بعد السنوية وإحنا انتماننا أصرف كلنا نتقاعد فيهم لأياما هو القصد أن هذه البند في كثير من المتقاعدين اللي سمعوا هذا الخبر أو قروا المرسوم أن المعاشات التقاعدية يادوب تعيش الناس في الأوضاع في الغلاء وما إلى ذلك إحنا كنا معتبين على زيادة بسيطة تتناسب مع يادوبها حتى خنقل والبها أن تتناسب مع زيادة الأسعار هل هذه راح يراجع يعني هذا التعليق وليس إيقاف نقدر نسميه شديد هذا بالضبط هو كله ترى تعليق كله تعليق ليش؟ لأن إحنا قلنا إيقاف والإيقاف غير الإلقاء مثل ما قلنا في البداية ما قالوا إلقاء لأن لو كان إلقاء خلاص ما راح ترجع بس لما نقول إيقاف فالإيقاف قد تكون سنة قد تكون سنتين قد تكون عشر هو إيقاف لكن انتمنى أن هذا الإيقاف يرد يرجع مرة ثانية قد تكون في معايير أخرى يعني ما تكون بالطريقة اللي كانت موجودة حاليا يمكن تكون بطريقة أخرى لذلك إحنا راح ندرسها بين فترة والثانية مع دراسة الخبير المادة الثالثة وقف الجمع بين الراتب التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب حاليا في أشخاص عندهم معاشات تقاعدية وتصرف لهم وفي نفس الوقت في صندوق آخر يعملون ويسددون اشتراكات من أجل أنهم نحصلون على معاش آخر فإحنا القصد أن أي شخص لازم يشتقل يكون عنده معاش واحد ما يكون عنده معاشين تقاعديين تقصلي معاشين تقاعديين نعم فإحنا نقول لازم يكون عنده معاش تقاعدي واحد بيكون في خيار لذي الموظف إذا كان هو يعمل عنده خيارين يا أنه يستمر في صرف المعاش التقاعدي وبالتالي ما راح نأمن على الراتب الجديد طبعا نحن نفرق بين معاش وراتب المعاش للمتقاعد والراتب أو الأجر للموظف نعم وإذا هو قال له أنا ما بي المعاش وأبي تضمون مدتي القديمة إلى مدتي الجديدة ويستمر في سداد الاشتراكات فإنه بيكون معاشي أفضل بيكون مدتها بنضم المدة الأولية إلى المدة الجديدة يعني ما يعمل ويأخذ راتب وهو عنده معاش تقاعدي ويدفع هناك تأمين ثاني عشان لما يخلص بعد نيصر عنده معاشين تقاعدي هذا المقصود صحيح وبالتالي هاي يوضح المادة الرابعة اللي هي منع الجمع بين المعاشات التقاعدية في أي من الصناديق التقاعدية والتأمينية نعم إذن هاي المادتين مرتضطين ببعض ببعض إذن هل هذه الشيء راح يطبق بأثر رجعي أو بشكل فوري على المؤمن عليهم خلاص مؤمنين ولا المؤمن عليهم الجدد إحنا بالنسبة لأصحاب المعاشات اللي اليوم ما يعملون ما يخضعون لسداد اشتراكات يعني عنده الشخص متقاعد وعنده معاش من القطاع العام والقطاع الخاص ما بنمسهم بيكونون مثل ما أهمها لكن بنعالج داخليا بحيث أنه هو معاش لأنه اليوم أصبح صندوق واحد فبنعالج معاشة أنه نفس معاشة بيصرفها أما بالنسبة للجماعة اللي عندهم معاش وراتب هني بيتم خيارهم ويختار أهوال أفضل له وبنحط اللوائح والأنظمة اللي تنظم هذه العملية لأنه حالات كثيرة موجودة والاستفسارات عن كل حالة بمفردها يعني حين اللي كان يشتغل في الحكومة مثلا وتقاعد ويشتغل في قطاع الخاص أو العكس راح تشوفون لهم حل ولا الحل موجود حاليا الحل موجود وهو الخيارين بس من ضمن الخيارين أهو ش بيختار أهو يختار أي أهو بيختار يعني بأثر رجعي معناته لا هذا ليس بأثر رجعي لأنه إذا بأثر رجعي برجع على كل اشتراكاته لا السابق انتهى بس نقول إذن بأثر فوري يعني من تاريخ صدور المرسوم لأنه حسب المرسوم أنه من الشهر التالي لنشره في الجريد الرسمية لأنه كان هناك لغة عند الناس يقول له هذي اللي بيتقاعد بعدين وبيشتغل في مكان ثاني بيطبق عليه بس اللي تقاعد من حكومة مثلا ويشتغل في الخاص ما راح يطبق عليه هذا الكرام غير صحيح من الآن عليها نختار من ظهور هذا القانون هذه كانت الأربع يعني إصلاحات اللي سميت بالطارئة نعم وهي اللي ستبدأ تنقذ الصندوق لإنقاذ الصندوق وهناك إصلاحات ستة مع الأربعة لمدعم للصندوق صحيح؟ هذه الإصلاحات دعنا نبتلي بالخامس وهو تخفيض المعاش بمعدل ستة بالمئة عن كل سنة من السنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتياد يعني أي واحد بتقاعد قبل كم؟ الستين سنة ولا الخمسة وستين سنة؟ يعني إذا رحنا للنقاط اللي تحت فيها واحدة منهم من ضمن النقاط دعنا نوضحهم واحدة واحدة أي لأنه محطوطة خمسة وخمسين أنه ما يجوز تقاعد أي موظف قبل سن الخمسة وخمسين صحيح وضع حد أدنى لسن التقاعد خمسة وخمسين إذا قلنا الشخص ما بيطلع إلا في سن الخمسة وخمسين فإني في ذي الحالة أنت بتعطي بتخفض معاشة من سن الخمسة وخمسين إلى سن الستين بواقع ستة بالمئة عن كل سنة يعني لو تقاعد وهو خمسة وخمسين أي فخمس سنوات عن كل سنة ينزل ستة بالمئة ستة في خمسة ثلاثين بالمئة شلون بتنحسب؟ خمسة في ستة أول بحسب المعاش نعرف جدول الضار بأن أقصد شلون بتنحسب يعني إذا كان ثلاثين سنة خدمة ولا خمسة وثلاثين سنة شون بتنحسب؟ أول شي نحسب المعاش المعاش إذا كان عندها خمسة وعشرين سنة خدمة فبيأخذ خمسين بالمئة نعم فبتحسب المعاش بعد ما نحسب المعاش نخفض يعني إن شاء من خمسين من الخمسين على الخمسين نأخذ تخفيض تخفيض على الخمسين على الخمسين هذه إذا تقاعد قبل قبل الخمسة وخمسين قبل الستين قبل الستين من سنة 55 يعني إذا تقاعد 25 يعني عندها 25 سنة في ذي الحال يقولون ما تقاعد شو بيبقالي فلذلك نحن نبيه قعد الهدف أن يتم ويواصل ترى في الكثير منهم لأن اليوم ذي المميزات مثل ما قلنا التقاعد المبكر اللي فيه خمس رتب فيه خمس رتب تعطي وخمس سنوات مدة مضافة هي خلت الناس يتقاعدون فلما ذلينا الجماعة اليوم ما عندك هذي الميزة بيتم ليه سنة الستين فكل الاصلاحات الموجودة الهدف أنك تتخلي الموظف إلى سنة الستين في الكثير احنا ما تطرقنا لأننا نقول نبين نزيد سنة تقاعد إلى سنة الخمسة وستين اختياريا ترى هذا موجود في القطاع الخاص صحيح سنة التقاعد سنة الستين وبعد ذلك يقدر يستمر إلى السنة إلى السنة اللي هو يحتاجة فيحتاج إلى سنة الخمسة وستين الستة وستين سبعة وستين أي سن هو يبيه هذه رح نرجع لها النقطة السادسة لكن الآن ما في تقاعد قبل 55 رجال ونساء موظفين وموظفات رجال ونساء اليوم مطبق في القطاع الحكومي سن التقاعد الاعتيادي للمرأة والرجال سن الستين في القطاع الخاص ما تم تعديله لأن في القطاع العام تم تعديله من السنوات السابقة في الثمانينات أما بالنسبة للقطاع الخاص لازم نحن يكون سن التقاعد للمرأة والرجل نفس الشيء الخمسة وخمسة سابقاً دعنا نقول الآن إلى أن نتم كان الناس ممكن يتقاعد عمره خمسين نعم الحين لن يحدث بعد هذا لا يوجد تقاعد قبل 55 لا يوجد تقاعد وبهذه الطريقة الناس لا يوجد تقاعد قبل الستين تقريباً قبل الستين بهذه الحسبة لا أعتقد حد بحسبته ذي يشعر أنه لا يمكن يتقاعد صحيح؟ نعم النقطة الساسة أو الإصلاح السادس اعتبار سن التقاعد اللي تفضلتي قبل شوي الاعتياري ستين سنة والاختياري خمسة وستين يعني هو يحقله أن يتقاعد من الستين وممكن يختار الخمسة وستين وحتى أكثر من ذلك يعني إلى متى؟ يقدر يتم لحد اللي هو يحتاجه يعني بعض الأشخاص يدخلون سوق العمل أو العمل سن متأخر فتما تكون عندهم السنوات الخدمة بالذات عندك في القطاع الحكومي لما أيه يوصل سنة ستين خلاص نحن نقولها اطلع لأنه سن التقاعد الاعتياري سنة ستين أو يبلنا تمديد حق الخمس سنوات ترى موجود التمديد الحين فيا أنه أيه تمديد خمس سنوات وندخلها ضمن مدة الخدمة لكن لو استمر عقب سنة ستين لو بسنة واحدة ما تدخل ضمن مدة الخدمة فأهم يكونون فيه الحين بتدخل الحين بتدخل يعني حرام أنه محتاج لهذه السنة علشان يرفع نسبة المعاش فأحنا اليوم نحرمها منها فأهي اختيارية يعني هذه مسألة اختيارية مسألة اختيارية سنة ستين التقاعد اعتيادي وهذه اختيارية بتكون والناس يعني في هذا الزمن يعني المفترضن صحتهم أفضل مما كانت سابقا لكن صحتهم أفضل ورغبتهم في التقاعد المبكرة أكثر لأنها مثل ما تقول حسوا في فترة معي مثل ما قلنا قبل كان في السبعينات والثمانينات الناس لما تقول لهم بيطلعكم تقاعد ما يزعلون يكونون كبار في السن أيون زعلانين يابون يستمرون في العمل يقول لك أنا أقدر أعمل راح تقير هذه المنظومة إن شاء الله بيكونون الناس يحبون العمل واصلا ثقافة تتغير ثقافة بالتغير إذا واحد وصل الستين وحب أنه ما يتقاعد يواصل خمسة وستين وحب أنه يواصل سبعين وحب أنه يواصل متى بيتوظفش خريجين الجامعة؟ خريجين الجامعة اليوم في القطاع الخاص لما ندمج الصناديق مع بعضها أنت تقدر أي واحد اليوم يشتقل فهذا يوجد له حتى لو أهو بيبتح له مشروع خاص به أهوة ترى يقدر يأمن على نفسه في القطاع الخاص فأهني لما يأمن على نفسه تقدر أنت توظف ناس ثانيين فهذه عملية التوظيف لكن بعيق من قدرة القطاع الحكومي أو حتى المؤسسات الخاصة أنها يتوظف إذا الغالب حب أن يواصل في العمل ليس كل واحد يقدر يعني مسألة مثل ما تقول نبيلها نظر ودراسة نظرها ودراسة على أساس وهذه كلها قيدة الدراسة الآن؟ راح تكون ولا؟ يعني هذه بالنسبة لذي النقطة راح تطرح في النواب وبتتناقش مع السلطة التشريعية ويا الحكومة ولابد بيوجود حلول أو توصل إلى الأفضل نحن نناقش عشان يعني نفتح إضاءات نفتح إضاءات لكل الأطراف هي لأن الهدف أن نحن نبقى نكون مع المواطن نبقى نكون مع الموظف اللي قاعد يشتغل بيطلع تقاعد لأن لما ننظر إلى فئة معينة اللي اليوم قاعدين نصرف لهم بعد نحن ننظر للفئة الثانية اللي على رأس العمل اللي قاعدة تمول ذلين المتقاعدين لأن هذلين لابد أنهم يطمئنون على مستقبلهم لأن هناك الكثير من الأسئلة قالوا عيل إحنا ش بتعطونا خلصتوا الصندوق بالكلام العامي بالفعل هو قد تكون الإجراءات اللي الناس تشوفها الحين قد تكون البعض يقول والله قوية قاسية لكن هي أحيانا تكون مهمة لنشوف مصلحتها للأمد البعيد لكن نحن نشوف وجهات نظر فيها حزين في النقطة السابعة أو الإصلاح السابع تسوية المعاشات على متوسط راتب الخمس سنوات وليس آخر سنتين صحيح؟ نعم فيكون المتوسط حاليا نحن نحسب على السنتين فلاحظنا أن في الكثير من الجهات أو القطاع حتى الخاصة الحين يزيد معاشات الأشخاص في خلال هذه السنتين لدرجة أن الشخص يطلع تقاعد يستلم نفس راتبة أو أكثر من راتبة صحيح ونسمح لأنني ليس مستفيد من قادتي أطلع أحسن أطلع أحسن فلذلك عندما نقول خمس سنوات الخمس سنوات على الأقل تخفف من هذه الحدة أنني أنا اليوم أحسب المعاش على آخر سنتين وفي آخر سنتين أنت تقدر تدفع الاشتراكات عنه وترقيه وتعطيه امتيازات أخرى لكن عندما تكون خمس سنوات شوي بتحد من وضع الصناديق لأن هذه هي اللي بتأثر على المعاشات ترى كل الشي بصيد تأثيرها على المعاشات من الناس المعاشات اللي إحنا نحسبها اللي بيطلع معاشات ما بتأثر ويد عليه يعني إذا كان الشخص تام أحنا نقول له سن الخمسة وخمسين بيطلع لسن الستين نحك شديد محب يطلع خمسة وخمسين لا بيكون المعاش التقاعدي بعد مستقر خمس سنين ما بيأثر عليه ما بيأثر عليه نعم زيارة نسبة الاشتراكات التأمينية واحد بالمئة تدريجيا حتى تبلغ سبعة وشرين بالمئة اعتبارا من السنة هي الحين ثلاثة وعشرين بالمئة؟ هي أربعة وعشرين في القطاع الحكومي وثمانتعش في القطاع الخاص فنحن نبقى نوصلها إلى سبعة وعشرين بالمئة خاص وعام طبعا الخاص والعام بنمشي فيها بالتدرج لأنها هي أساس الاشتراكات هي أساس الصناديق الزيارة بتكون سنوية واحد بالمئة سنويا مكتوب تدريجيا تدريجيا ممكن تكون واحد بالمئة سنويا أو خلال سنتين أو حسب مناقشة مو أحيالة لأنا لم نستقر عليه لأن من خلال المناقشة قد تتقير أشياء احنا حطينها في بالنا اليوم على وضع دراسة الخبير لكن قد تتناقش مع النواب ونشوف شنو نوصل لها أو مع السلطة التشريعية نصلاح التاسع تكلمنا عنه وهو الحد الأدنى للتقاعد 55 سنة صحيح واللي لا يحب يتقاعد 55 سنة إلغاء سنوات الخدمة الاعتبارية ونبين نبين الفرق بين الاعتبارية والافتراضية نعم تفضل لأننا واجتنا أسئلة على أساس الخدمة الاعتبارية اعتبروها افتراضية نحن نبين نطمن الجميع ترى الخدمة الافتراضية اللي الموظف يشتريها ويمولها هذه احنا ما تطرقنا لها ولا تمس بتكون موجودة يعني يقدرون إلى الآن يشترون خمس سنوات يقدرون يشترون خمس سنوات لا خمس سنوات عفوا خمس سنوات نعم لكن بالنسبة للمدة الاعتبارية احنا اللي نقصدها أن المدة المضافة بدون تمويل يعني أنا اليوم تطلع أنت تقاعد هذه مدة خدمتك 25 سنة أعطيك خمس سنوات مدة مضافة وأقول لك بتطلع على 30 سنة خدمة هذه هي اللي نقصدها مواقع في التقاعد المبكر ألقاء الوظيفة فصل بقرة طريقة تأديبي في بعض الأسباب اللي تكون أنت بدل ما تروح تعاقب الشخص أنت تقوم تكافأة تعطيك الخمس سنوات فهذه احنا نقول لأن الشخص اللي ملتزم مو بشارط يكون العقاب يعني فيه أشخاص مثلا لا يستحق العقاب هو يستحق التكريم يعني مثلا قضى عمره لأن أنا فكانت بعض الجهات اللي والله هو اشتغل خلنا نقول لعمر 55 يعطي يشترون للسنوات الباقية خمس سنوات بعض الجهات عشر سنوات في حالات معينة شرت صحيح أستاذ لا عشر سنوات هي تكون خمس سنوات ابتراضي وخمس سنوات اعتبارية فتصير العشر سنوات عشان يطلع بأربعين بالسنة أو شيء نعم أحما رح يكون هاي الشيء هذه لأننا نحن الأسباب الثانية ما درسناها لكن احنا تكلمنا بس عن المدة الاعتبارية حاليا أي مدة بتعطيها للشخص لازم تكون ممولة إذا كانت ممولة ترهق الصندوق لأن أنا بزايد المعاش عبارة بالمدة ذي اللي أنا أضيفها والذي المدة بدون تمويل استمعتوا لردود فعل الناس يعني أكيد أنتوا درستوا الموضوع بس هل استمعتوا ردود فعل الناس أو من المبكر الحديث عن هذا الشيء يعني يمكن من المبكر بس في اتصالات كانت تتين ياتكم اتصالاتها فترة اتصالات تتين على الزيادة السنوية أكبر مخاوف الناس في الزيادة السنوية أكثر التخوف من الزيادة السنوية لكن بقى الإصلاحات ما عندهم مشكلة فيها حتى المرسوم لما طلع ما عندهم مشكلة في الجامع والراتب أو راتبين ما عندهم مشكلة إلا موضوع الزيادة السنوية فإحنا نطمن الناس بالنسبة للزيادة السنوية ترى هي مبئلقة هي واقف واقف مؤقت لأن اليوم إحنا لازم كلنا نكون مع الصندوق عشان نستمر في صرف المعاشات فلما نفهمهم وبذيط طريقة بعضهم يقتنعون وبعضهم لا يعني يعتمدوا في ناس رواتبهم عالي وكانت الزيادة السنوية لهم أكثر من الحالات التي محدودية الدخل فأهني في ذي الحالة دائما نطمنهم إحنا نقول لابد أن نحن راح ندرس هذا الوضع في المرحلة اليهائية بس المرحلة الحالية لأنها صعبة لأنه لازم أنا يعني مثل ما تقول لازم ننقض الصندوق ونتكاتف كلنا مع بعض في هذه النقطة لما إحنا نكون تكون الرأية وافحة عندنا أن ترى في الصناديق مبلنة إحنا بس لأجيال معانا قاعدة تسدد اشتراكاتها لازم ننظر لها لما نوصل في يوم من الأيام كل ذي المميزات أنا أصرفها لفئة معينة لجيل معين وأترك الجيل الآخر فهذه مسئولية وأمانة عملية نتحملها ولازم نتحملها كلنا والمشتركين معانا والمتقاعدين بعد معانا لأنه كانت تتينا دائما اتصالات من المشتركين يقولون يا يا لدى الصناديق أفلست إحنا ش بتعطونا فكان الموقف جدا محرج يعني شنرج عليهم هل إحنا اليوم نقول نصرف لفئة معينة ونترك الفئة الأخرى فلا بد نحافظ على الصندوق يعني هذا المرسوم هذه الإصلاحات جاءت لاستدامة الصندوق استدامة الصندوق في حال طبقت راح يستمر هذا الصندوق إلى 2006 وثمانين بإذن الله وقد تحدث إصلاحات جديدة أو تغييرات عودة بعض الأشياء هاي كلها دراسات يعني راح تدراس بشكل دوري انتو كل ثلاث سنوات إن شاء الله كل ثلاث سنوات تكون الدراسة الاكتوارية صحيح بس نتمنى العشر للإصلاحات أحين تتم عشان أمد عمر الصندوق والإصلاحات كل ثلاث سنين راح ندرسها لأننا احنا اليوم ننظر لسنة 86 احنا ما نعرف سنة 86 شنه التطورات اللي بتستوي شنه الأوضاع اللي بتمر علينا مثل الأوضاع اللي اليوم احنا هذه السنة اللي احنا فيها ما كنا متوقعينها في يوم من الأيام لكن ظروف صعبة صارت لذلك احنا حافظنا على كل موجودات الصندوق بحيث أننا نصرف لهم المعاشات ما توقفت المعاشات رقم الظروف الصعبة لكن لاستدامة الصناديق وإنقاذها لا بد من إجراء ذي الإصلاحات الإصلاحات المستعجلة وهي ستة راح تناقش بين السلطة التشريعية والحكومة الموقعة إن شاء الله إن شاء الله نأمل وعلى ثقة أن يتم التوصل لما هو في صالح الناس إن شاء الله وقد تكون بعض الإجراءات شوية صعبة عليهم الحين لكن على المدى البعيد إن شاء الله تكون صالح الجميع وتصل للأفضل إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك حياك يعطيك العافية شرفتين الله يسلم شكرا لك كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة على من اللقاء ترككم في حض الله تعالى اشتركوا في القناة